انتا نمر وانا نمر وملعون منا من يفر هي قصة بس قبل ما نعرف ايش هي القصة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر القرس عشان يوصلكم كل جديد ويلا نهدر بحكي لكم قصة سريعة عن بطل يمني مغوار هذا البطل كان يرعى حقه القطيع بأمان الله فقأه يهجم على القطيع نمر وياكل عليه بعض الخرفان وبعد ما يعبي بطنه يرقع للكهف حقه في أحد القبال البطل المغوار استحى من نفسه واعتبر هجوم النمر عليه عار لأنه ما قدرش يدافع عن القطيع حقه فقرر انه يقتل النمر مش بالسلاح لا بالجنبية حقه وفعلا البطل المغوار قلس يراقب النمر أيام وأيام لغاية ما قدر يهجم عليه وفعلا حصلت بينه وبين النمر معركة دامية انتهت بمقتل النمر بجنبيت البطل لكن بطلنا دفع ثمن هذه الشقاعة انه فقد عينه وقزء من أنفه البطل حمل قثة النمر على ظهره وراح للقرية ورمى القثة في الأرض والدم يسيل من عينه وأنفه وهو غير مبالي ولا مكترث تماما بالعكس كان شاعر بالعز والافتخار أمام رجال ونساء القرية القصة هذه يا حبايب قصة حقيقية مش من نزق الخيال بطننا اليمني المغوار هو الثائر والمناضل علي ناصر القردعي قائد أول ثورة دستورية في الوطن العربي ضد نظام الإمامة أغلب المعلومات تقول أن القردعي ولد في مأرب في عام 1885 وهو شاعر فصيح اللسان وشعره يقمع بين القوة والحكمة والوطنية بحسب قول الشاعر الكبير مطهر الإرياني تم تنصيب القردعي شيخا لمشايخ مراد في مأرب عام 1925 بعد وفاة والده وكانت علاقة القردعي بالإمام يحيى حميد الدين متوترة جدا وما كانش يرضى يرضخ لأوامر الإمام نهائيا هذا الشيء اللي خلى الإمام يعتقل الكثير من رجال قبيلة القردعي على أمل أن القردعي يرضى يسمع كلام الإمام ولكن محاولاته كلها فشلت واستمر القردعي بالعصيان وبعد ما يئس الإمام من القردعي قرر أنه يعتقل القردعي شخصيا وفعلا تمسقنه لمدة أربع سنوات لكن القردعي ما استسلمش وقدر يهرب بعد هذه المدة وبعد ما خرق القردعي من السجن اتفق مع الأحرار على ثورة ضد الإمام يحيى وتولى القردعي مهمة اغتيال الإمام بنفسه وفي يوم 17 فبراير عام 1948 تمكن القردعي من قتل الإمام بنفسه ولكن للأسف الثورة اللي أشعلها القردعي فشلت بعد ما قام الإمام أحمد حميد الدين بثورة مضادة بدعم من القبائل الموالية الحكمة واستشهد أثر هذه الثورة المضادة المناظر علي ناصر القردعي وأمر الإمام أحمد بقطع رأس القردعي وتعليقه في باب اليمن لمدة شهرين كنوع من التنكيل والتشهير به وأخيرا يا حبايب علي ناصر القردعي يعتبر صاحب الثورة الأم وشخصية ثورية عظيمة في تاريخ اليمن ومن أشهر أبيات القردعي يقول فيها يا دي الشوامخ ذي بديتي ماشي على الشارد ملامة قولي ليحيا بن محمد بانلتقي يوم القيامة السلام يا حبايب اشتركوا في القناة